اشتركوا في القناة في البداية لا بد أن نمر على أهدافنا أهداف الدرس كالآتي الهدف الأول أن تربط خصائص المواد الصلبة بالتراكيب الهدف الثاني أن تفسر لماذا تتمدد المواد الصلبة وتتقلص مع تغير درجة الحرارة الهدف الثالث أن تحسب التمدد في المواد الصلبة والهدف الرابع أن توضح أهمية تمدد المواد بالحرارة في البداية نتسائل كيف تختلف المواد الصلبة عن المواد السائلة يمكن أن نوضح الإجابة عن طريق أن المواد الصلبة تكون قاسية وعندما تقطع عدة قطع تحتفظ بالشكل أما المواد السائلة فعندما ندفع المواد السائلة لا تحتفظ بنفس الشكل بينما اليد تتحرك خلال السائل إذن السوائل تتدفق وعند دفعها باليد تتحرك خلال السائل المواد الصلبة أيضا تختلف من حيث الجزئات وهو ما سنذكره في الشريحة القادمة أيضا المواد الصلبة أيضا يصعب التفريق بين المواد الصلبة والسائلة تحت ظروف معينة لكن كيف يكون ذلك أثناء انصهار المادة تثبت درجة الحرارة حتى تتحول المادة بالكامل من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وكذلك في هذه النقطة يصعب أن تفرق بين المواد الصلبة والسائلة نأخذ مثالين مهمين على اختلاف الجزئات في المواد الصلبة سنذكر المثال الأول وهو الكوارتز البلوري والمثال الثاني هو الكوارتز غير البلوري أو يطلق عليه الكوارتز الزجاجي بالنسبة للكوارتز البلوري تتكون من جزئات تكون مصطفى بأنماط مرتبة ومنظمة وتسمى الشبكة البلورية أما الكوارتز غير البلوري فتتكون الجزئات ليس لها ترتيب منظم وتسمى في هذه الحالة المواد الصلبة غير البلورية وهي تشبه إلى حد ما السوائل إذن بالنسبة إلى الكوارتز البلوري وغير البلوري نلاحظ أنهما متماثلان كيميائيا ولكن خصائصهمها الفيزيائية كالانصهار درجة الانصهار وغيرها مختلفان فيها مختلفان في الخصائص الفيزيائية ذكرنا سابقا أعزائي الطلاب أن عندما تتعرض المادة إلى درجة حرارة فإن الجزئات تصبح لها طاقة حركية أكبر وتبدأ بالتحرك بشكل أسرع إذن هذه أول نقطة مهمة نحطها في بالنا عندما تتعرض المادة إلى طاقة حرارية تزداد الطاقة الحركية للجزئات وعند زيادة الطاقة الحركية تصبح الروابط بين الجزئات أضعف وإذا أصبحت أضعف فإن الجزئات تتباعد ويؤدي ذلك إلى تمدد المواد الصلبة إذن التمدد الحراري عندما تعرض المادة الصلبة إلى الحرارة فإنها تتمدد بفعل تباعد الجزئات والطاقة الحركية طبعا ممكن أن نربط هذه المعلومة مع عدة أسئلة في الكتاب السؤال الأول لماذا تترك فواصل بين أجزاء الجسور وقضبان السكك الحديدية ممكن يكون عندي سؤال علل بهذه الطريقة وأسئلة علل أخرى ممكن تمر عليه يصمم زجاج الأفران ومرايا التلسكوب أيضا من مواد معامل التمدد لها صغير عزيز الطالب نستطيع الإجابة على هذا السؤال عن طريق ربط تمدد المواد الصلبة بالحرارة مع إجابتنا على هذا السؤال المواد الصلبة تتمدد بارتفاع درجة الحرارة إذن عند زيادة درجة الحرارة ستزداد الطاقة الحركية وتتمدد لذلك للمحافظة على الجسور أو المحافظة على القضبان السكك الحديدية من التحطم لذلك يجب وضع الفواصل التي تحمي هذه الجسور بالنسبة إلى النقطة الثانية وهو يصمم زجاج الأفران مرايا التلسكوب من مواد معامل تمددها صغير لأن إذا كان معامل التمدد كبير فهذه النقطة مهمة نحطها في بالنا عزائي الطلاب أن في حال كان معامل التمدد كبير فأن ذلك يؤدي إلى تحطم هذه المرايا لأن درجة الحرارة ستؤثر على الجزيئات وتتمدد هذه الجزيئات وبما أننا نتكلم عن التمدد وتأثير درجة الحرارة على المواد الصلبة لاحظ عزيزي الطالب عندما تؤثر درجة الحرارة على هذا القضيب الفلزي فإن هذا القضيب سيتمدد وبما أننا نتكلم عن معادلات فيزيائية لا بد أن نذكر التطبيقات التالية أول شيء معامل التمدد الطولي هو التغير في الطول مقسوم على الطول الأصلي ومقدار التغير في درجة الحرارة إذن نلاحظ من القانون أن ألف هو معامل التمدد الطولي ألوان هو الطول الأصلي للمادة ودلتتي هي مقدار التغير في درجة حرارة المادة نلاحظ لو بغينا نوجد وحدة قياس معامل التمدد الطولي نلاحظ أن دلتة L تقاس بوحدة المتر وأيضا ألوان اللهوة الطول الأصلي أيضا يقاس بوحدة المتر نلاحظ أن المتر مع المتر سيتم حذفها بيبقى عندي اللهوة وحدة قياس اللهوة الدلتة T الله هي الدرجة السيليزية لذلك ممكن أن نحن نقيس ألفة بوحدة واحد على الدرجة على السي أو نقدر نستبدلها ونحط سي أس ماينس واحد عزيز الطالب يكون معاك الورقة والآلة الحاسبة لكي نطبق مسائل على هذا القانون تعالوا مع بعض نشوف هذا السؤال أول شي دائما نبدأ باستخراج المعطيات ثم التعويض في القانون أعطيك عزيز الطالب فرصة ثلاثين ثانية لإستخراج المعطيات والتعويض في القانون نقرأ السؤال مع بعض قضيب معدني طوله واحد فاصلة ستة متر هذه أول معطى موجود عندي في السؤال نرمز للطول الأصلي بالرمز L1 عند درجة حرارة واحد وعشرين درجة سيليزية إذن هذه T1 إذا وضع هذا القضيب في فرن وسخن ووصلت درجة الحرارة إلى ثمانية أربعة وثمانين درجة سيليزية هذه درجة الحرارة T2 وقيس الطول فوجد أنه ازداد الطول بسبب تأثير درجة الحرارة بمقدار واحد فاصلة سبعة مليمتر إذن هذا هو التغير في الطول دلتا L السؤال أحسب معامل التمدد الطولي ألفة تساوي كم إذن المعطيات موجودة عندي ولكن ألاحظ قبل ما أعوض في المعطيات أن أحدى الوحدات ليست أساسية وهي المليمتر دائما نستخدم الوحدات الأساسية لذلك نحول الرقم واحد فاصلة سبعة من مليمتر إلى متر بي أن نضرب الرقم في عشرة أو السالب ثلاثة إذن هذه نقاط مهمة نحطها قبل ما نعوض في المسائل زين لكتابة القانون في البداية ألفة تساوي دلتا L على L1 ضرب دلتا T تعال نعوض مع بعض في القانون دلتا L اللي هي موجودة عندنا واحد فاصلة سبعة في عشرة أو السالب ثلاثة الطول الأصلي للقضيب المعدني موجود عندنا واحد فاصلة ستة والتغير في درجة الحرارة نحط في بالنا هذه النقطة أن دلتا T هي Tf ناقص Ti الفرق بين درجة الحرارة النهائية و درجة الحرارة الابتدائية اللي هو درجة الحرارة T2 سمناها في السؤال T2 أو Tf و درجة الحرارة الابتدائية اللي هو T1 فبنطرح 84 ناقص 21 بيطلع لي الإجابة إذن بالتعويض بيطلع لي الإجابة 63 درجة سينيزية الآن نعوض عن دلتا Tb 63 بنوصل إلى الإجابة اللي موجودة عندنا وهي 16.9 في عشرة والسالب ستة ولا أنسى وحدة قياس التمدد معامل التمدد الطولي إذن دائماً أعزائي الطلاب في أي مسألة من مساء الفيزياء دائماً نبدأ ب استخراج المعطيات وتحديد القانون الصحيح ثم التعويض في المسألة يمكنك عزيز الطالب أيضاً أن تعيد حل المسألة في البيت لكي تتركز هذه الفكرة أو هذه المعادلة أيضاً بما أننا تكلمنا عن معامل التمدد الطولي لا بد أن نشير إلى معامل التمدد الحجمي نلاحظ أنه عند تسخين المادة أيضاً سيزداد حجمها بسبب تباعد الجزيئات لذلك وضعنا أيضاً قانون لمعامل التمدد الحجمي وهو يساوي التغير في الحجم اللي هو دلتا في مقسوم على الحجم الأصلي مضروب في التغير في درجة حرارة المادة وأيضاً معامل التمدد الحجمي تكون وحدة قياسه نفسها وحدة قياس معامل التمدد الطولي إلا هو سي أو السالب واحد أيضاً نستطيع أن نطبق على هذه المسألة تمرين لذلك عزيز الطالب استعد لحل المسألة التالية ولكن في نقطة مهمة المواد دائماً عند تسخينها تتمدد في ثلاثة أبعاد لذلك معامل التمدد الحجمي دائماً يكافئ أو يعادل ثلاث أمثال معامل التمدد الطولي لاحظ معاي بالنسبة للألمنيوم معامل التمدد الطولي 25 في 10 والسالب 6 معامل التمدد الحجمي 75 في 10 والسالب 6 إذن ضربنا هذا في ثلاثة بيطلع لي لهو 75 بالنسبة للزجاج كمثال 3 في 10 والسالب 6 بالنسبة لمعامل التمدد الحجمي للزجاج 9 في 10 والسالب 6 إذن معامل التمدد الطولي معامل التمدد الحجمي يكافئ ثلاث أمثال معامل التمدد الطولي عزيز الطالب استعد لحل المسألة التالية بعطيك فرصة 30 ثانية لاستخراج المعطيات والتعويض في قانون معامل التمدد الحجمي طبعاً دائماً نبدأ سؤالنا باستخراج المعطيات السؤال كالتالي احسب التغير في حجم قالب من الإسمنت دلتا V تساوي كم؟ إذا كان حجمه الأصلي V1 تساوي 1 متر مكعب وإذا ارتفعت درجة حرارته بمقدار تغيرت بمقدار ترمز ليه التغير في درجة الحرارة بالرمز دلتا T علماً أن معامل التمدد الحجمي اللي نرمز إليه بالرمز بيتا يساوي 36 ضرب 10 والسالب 6 أول خطوة دائماً بعد ما طلعنا المعطيات نكتب القانون بيتا تساوي دلتا V مقسومة على طبعاً التغير في الحجم على الحجم الأصلي ضرب دلتا T اللي مطلوب في القانون التعويض بالمعطيات وإيجاد الحل النهائي بيتا عبارة عن 36 ضرب 10 السالب 6 تساوي معامل التغير أو التغير في الحجم مطلوب إيجاده مقدار التغير في حجم القالب مقسوم على V1 اللي هو 1 متر مكعب ضرب دلتا T اللي هو التغير في درجة الحرارة اللي هو 45 درجة سيليزية الآن بمجرد استخدام الآلة الحاسبة بيطلع لي دلتا V تساوي مثل ما هو موجود عندي في الإجابة نربطها مع هذه الإجابة بيطلع لي 1.6 في عشرة السالب 3 متر مكعب إذن هذا سؤال مهم عن معامل التمدد الحجمي ننتقل إلى النقطة الثانية التمدد الحراري للمواد الصلبة لعدة تطبيقات في الحياة العملية طبعا لازم نراعي أن المواد المختلفة تتمدد بمعدلات مختلفة ناخذ التطبيق الأول التطبيق الأول وهو أنه عند تصميم المباني أو الجسور يراعي المهندسين اختيار معامل تمدد للإسمنت معامل اختيار القطبان الفولاذية المستخدمة لتقوية الإسمنت بحيث يكون لها معامل تمدد نفسه للإسمنت لتجنب تصدع المباني في الأيام الحارة إذن مراعاة أنه عندما تؤثر درجة حرارة كبيرة سيتمدد هذه المادة ويتسبب تصدع لذلك يكون هناك معامل تمدد نفسه لتمدد معامل الإسمنت أيضا بالنسبة إلى طبيب الأسنان يستخدم المواد التي يحشو بها الأسنان بحيث تتمدد وتتقلص بمعدل من الأسنان نفسه إذن هناك عدة تطبيقات أيضا المهندسون يستفيد المهندسون من اختلاف معاملات التمدد في صنع أداء تسمى المزدوج الحراري ما هو المزدوج الحراري؟ المزدوج الحراري عبارة عن شريحة ثنائية الفلز تستخدم في أجهزة الثيرمستات التي هي منظمات الحرارة في أجهزة التدفئة وأجهزة التبريد من شنو يتركب هذا المزدوج الحراري؟ يتركب من شريحتين من فلزين مختلفين متجاورين تكون إحداهما عادة من النحاس والأخرى من الحديد عند تسخين المزدوج الحراري وبما أن النحاس يتمدد أكثر من الحديد سنلاحظ أن يصبح طول النحاس أكبر من طول الحديد فينحني الشريط المزدوج ويكون النحاس على السطح الخارجي للمنحنة لذلك عندما يبرد أيضا ينحني في الاتجاه المعاكس إذن هناك عدة تطبيقات من ضمنها للتمدد الحراري وهو المزدوج الحراري من أهم استخدامات المزدوج الحراري أنه يستخدم في منظمات الحرارة ومثل ما ذكرنا في أجهزة التبريد وأجهزة التدفئة المنزلية طبعا عزيز الطالب تقدر تمسح رمز الاستجابة اللي هو الـ QR باستخدام التلفون وتقيم نفسك في بعض الأسئلة وهل مقدار تقييس مقدار استفادتك من درسنا اليوم وأتمنى التوفيق والنجاح والتفوق لكم جميعا عزائي الطلبة اشتركوا في القناة